بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فمن صفات العقلاء ومن سمات الحكماء أنهم لا يندفعون عند الغضب ولا يثورون عند اندفاع النفس بل يلجمون أنفسهم ويضبطونها ومن صفات ضبط النفس أنهم يكظمون غيظهم وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الصفة من سمات الأطقياء فقد جاء في القرآن الكريم في سورة آل عمران قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جاء في تفسير ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية والكاظمين الغيظ أي الذين يكتمون غضبهم ولا ينفذونه على غيرهم بل يعفوا ويصفحوا عمن أساء إليهم والقرآن الكريم يبين لنا أن من يعفوا ويصفح فأجره على الله سبحانه وتعالى وبيّن لنا أن من صفات العقلاء ومن صفات الحكماء بل ومن صفات المؤمنين الذين يتحلون بخلق الصبر والعفو أنهم يعفون عن من ظلمهم ويضبطون أنفسهم عند الغضب قال سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون قال ابن عباس شتم رجل أبا بكر رضي الله عنه فلم يجبه أبا بكر شيئا فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ويقول القرطبي معلقا على هذا الأمر وهذا من محاسن الأخلاق أنهم يشفقون على من ظلمهم ويعفون عن من أساء إليهم وذلك لوجه الله سبحانه وتعالى ومن ضبط النفس أن الإنسان يدفع بالتي هي أحسن ولا يثأر لنفسه بل يترق الأمر إرضاء لله سبحانه وتعالى وهذا خلق قرآني يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وكذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب الذين يصبرون على أخلاق الناس إذا اعتدت عليهم وكذلك نجد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغضب جمرة من النار وأنه من الشيطان وحينما جاء رجل كما في الصحيح يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة كما جاء في الطبران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته وقال لنا جميعا ألا أدلكم على عمل يرفع الله به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال تحلم على من جهل عليك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات ضبط النفس أن المسلم يضبط نفسه عند الغضب فكما جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب وذلك لأن النفس قد تسور وقد تسأر لنفسها فعلى المسلم أن يضبط نفسه عند اندفاعها وعند إرادة الانتقام وعلى المسلم أن يعلم أن من ضبط نفسه وكذم غيظه فإن أجره على الله سبحانه وتعالى ونتعلم هذا الخلق من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس كما جاء في صحيح البخاري كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبا نجرانيا غليظا الحافة فيقول لما جاء هذا الأعرابي أمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن الثياب قد أثر فيه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فقال الأعرابي يا محمد اعطني من مال الله الذي أعطاك فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كظم غيظه وقابل ذلك بضحكة وابتسامة لهذا الرجل وأمر له بعطاء فعلى المسلم أن يكظم غيظه فإن خاطبه أحد أو جهل عليه عليه أن يعرض وأن يتماسك وقد قال الشافعي رحمه الله إن نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت وإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمد يموت هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله